قال الذي جعل لكم الأرض فراشة أي مهدها لكم سبحانه وتعالى ممهدة وأرسل جبال عليها لتثبت وجعل فيها السهولة والوديانة والبحارة وغير ذلك مما تسهل فيه حياتكم والانتقال من مكان إلى مكان في هذه الدنيا والسماء بناءً أي سقفًا لهذه الأرض وأنزل من السماء ماءً من السماء أي من السحاب والعرب تقول كل ما علاك فهو سماء وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل لما وضع يده في صبرة الطعام له الإناء الذي فيه الطعام فنالت أصابعه بللاً نالت بللاً فرفع يده فيها البلل قال ما هذا يا صاحب الطعام يعني غاش الناس قال أصابته السماء يعني أصابه المطر فكل ما علاك فهو سماء قال وأنزل من السماء ماءً فأخرج به أي بهذا الماء المطر الغيف وأخرج به من الثمرات رزقًا لكم من الذي أخرج؟ الله جل وعلا هو الذي يخرج لنا هذا النبات وإلا قد ينزل المطر ولا يخرج النبات وقد جاء في الحديث عن نبي صلى الله عليه وسلم ليست السنة أن لا تنطروا السنة على القحط ليست السنة أن لا تنطروا ولكن السنة أن ينزل المطر فلا تنبت الأرض هذه السنة الحقيقية ولذا إذا سألنا الله تبارك وإنما نسأله الغيف اللهم غفنا والغيف هو المطر النافع وإذا يقول الله تبارك وتعالى عن نفسه سبحانه وتعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيف والمطر عادة إذا ذكر في الكتاب فإنما هو للعذاب والغيف هو الذي يكون للرحمة ثم ختم ذلك بقوله سبحانه وتعالى فلا تجعلوا لله أندال أي فإذا كان الأمر كذلك أن الله هو الذي خلقكم والذين من قبلكم إذا كان الله تبارك هو الذي جعلكم الأرض فراشا وجعلكم السماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمارة تقن لكم إن كان هو الله جل وعلا وتقرون بذلك وهو كذلك سبحانه وتعالى إذا لا تجعلوا لله أندالا أي لا تجعلوا له ندا مماثلا شبيها مساويا وهذا هو الند لا تجعلوا لأنه ليس له ند بدليل قوله سبحانه وتعالى وأنتم تعلمون أي وأنتم تعلمون علما يقينيا أنه ليس له ند أنتم تعلمون وإذا كالآلهة التي يدعونها من دون الله تبارك وتعالى يقولون إنما نعبدها لتقربنا إلى الله زلفة وإن كانوا يسمونها آلهة جعل الآلهة إلها واحدة لكنهم يعتقدون أنها تبع وإذا كانوا يطوفون في البيت ويقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك ملكته وما ملك فيرون أن الله يملك الأصنام والأصنام لا تملكه سبحانه وتعالى فهم ما عندهم مشكلة كبيرة جدا في توحيد الربوبية ولكن مشكلتهم العظيم في توحيد الألوهية ولذا كان هذا الكتاب كتاب الشيخ لتقرير توحيد الألوهية لتقرير توحيد الألوهية وهو مطلب بل إن بعض أهل العلم قال إن توحيد الربوبية وسيلة وتوحيد الألوهية غاية لأن الله تبارك وتعالى ذكر هذه الآية ثم قال فلا تجعل الله أن دانوا وأنتم تعلمون وقد قال سبحانه وتعالى لما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذه الغاية وهي توحيد الألوهية عبادة الله تبارك وتعالى وفي هذه الآية يا أيها الناس عبدوا ربكم الخطاب للناس كلهم فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الجميع العربي والأعجمي والمؤمن والكافر وهذه يسمونها الدعوة العامة الدعوة العامة يعني مرسل إلى الأمة أمة الدعوة وهي كل من يصلح أن يوجه له الخطاب كل إنسان بل الإنس والجن مرسل إليهم صلوات ربي وسلامه عليه كما قال الله سبحانه وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا جميعا إني رسول الله إليكم جميعا وقال سبحانه وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا للعالمين كلهم صلوات ربي وسلامه عليه إذا كان الأمر كذلك فلا تجعلوا إذن لله أندادا وأنتم تعلمون أنه سبحانه وتعالى ليس له ند لا يمكن أن يتحقق توحيد الأولوهية والربوبية إلا بالبراءة من الشرك أنه قال وَعْبُدُوا اللَّهِ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا فلا يمكن أن يعبد الله العبد حتى أيضا يتبرأ من الشرك وإذا كان الله تبارك وتعالى قال عبد الله واجتنب الطاغوت إذن لا يمكن أن يعبد الله حتى يجتنب الطاغوت لا إله إلا الله اللي يسمونها التحلية والتخلية فالقصد إذن عبادة الله تبارك وتعالى واجبة يقول الله تبارك وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أي أنتم تعلمون أنه لا يستحق أن يعبد غير الله لأنه هو الخالق هو الرازق هو البارئ هو المصور هو المحيئ هو المميت سبحانه وتعالى بيده ملكوت وكل شيء إذن لا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى نعم